بلسا بنتكلم طبعا عن الأحداث الرياضية مبارح تقلق النجم محمد صلاح وقاد فريق ليفر بول الفوز بهدف دون مقابل على ضيفه فريق منشستر سيتي بكل ما يملكه من ترسانة ضخمة من اللاعبين الموهوبين وعلى رسوم طبعا النجم هالند هداف الدوري الإنجليزي فوز مهم بكل تأكيد بيرجع ثقة مرة تانية اللي كنا محتاجينها أو كان محتاجها فريق يورجين كلوب وكان محتاجها كمان محمد صلاح هنتكلم عن مباراة ليفر بول ومشستر سيتي وشكل المنافسة على الدوري الإنجليزي الفترة الجاه يكون عاملة ازاي خاصة بعد فوز أرسنل على ليدز بهدف نظيف كمان هنتكلم عن هزيمة برشلونة بتلت أهداف مقابل هدف في كلاسيكو الأرض شكل المنافسة في الدوري الإسباني هتكون عاملة ازاي واستمرار تعثر برشلونة وده اللي هنعرف دلوقتي من ضفنا في السوديو محمد خالد الناقد أرياضي صباح الخير عليك محمد صباح الفول على كل مشاهدين يا أهلا بك إمبارح السبب والسر في فوز ليفر بول إمبارح على منشستر سيتي بوس مباراة إمبارح بالتأكيد كانت الغالبية العظمى شايفة أن هي رايحة في اتجاه منشستر سيتي وأن منشستر سيتي هيحقق فوز سهل بحكم الأداء اللي بيقدموا الفريقين من بداية الموسم ليفر بول في تراجع واضح وتراجع ملحوظ من بعد رحيل ساديو ماني في مطلع السيزون وإصابة تياجو ألكنترا اللي غاب عن معظم مباريات الفريق في بداية السيزون السنة فكانت كل الاتجاهات رايحة أو كل التوقعات رايحة في صالح منشستر سيتي اللي بيصير بشكل مميز جدا بيملك هدف رهيب بحجم إيرلينج هاليند لكن فوز ليفر بول إمبارح بالنسبة لي كانت مفاجئة قدر يورجن كلوب بما يحمل من خبراته أنه يتعامل مع مباراة زي منشستر سيتي يعرف أهميتها بالنسبة له في الدولة الإنجليزية السنة وفي شكل الفريق وفي طموحات الفريق السنة في الدولة الإنجليزية هزيمة ليفر بول إمبارح كانت تقضي على كل طموحاته إلي صعبة حتى بعد ما فاز بالمباراة ففي الاستمرار والسعي نحو المنافسة والمربعة الدهب كلوب نقدر نقول إمبارح أنه هو تراجع أو استغنى عن فلسفته باللعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة والضغط الهجومي اللي بنمارسه على أي فريق خصوصا في ملعب أنفلد معقل الليفربول الليفربول بينزل في أنفلد تحديدا بترسانة هجومية وبقوة هجومية ضخمة جدا جدا وبيبقى ضاغط من البداية لكن كلوب إمبارح كان وقعي بشكل كبير عارف حجم الفريق اللي هو بيقابله فريق بيملك زي ما أنت قلت في المقدمة طبعا ترسانة ضخمة من النجوم سواء في الأسسين أو على مقاعد البودلاء استغنى عن طريقته المعتادة اللي هي بيعتمد فيها على الضغط العالي وقرر أنه يقابل منشوستر سيتي من نص ملعبه شفنا كلوب في بداية المباراة بدأ بظاهرين جنب أندي روبيرتسون ناحية الشمال وجيمس ميلنر ناحية اليمين واعتمد في طريقة 4-2-3-1 الليفربول مش معتاد عليها واللي تقريبا اللي جاء لها السنة دي تحديدا في ظل الغيابات وفي ظل الإصابات اللي عانى منها الفريق قرر أنه يلعب بإليوت قدام ميلنر ناحية اليمين وديوجو جدا ناحية الشمال قدام روبيرتسون عشان يقفل على جناحين منشوستر سيتي في الفودن وبرناردو سيلفا وبالفعل قدر يورجين كلوب أنه ينفذ مخططه وينفذ فلسفته في المباراة دي وشفنا أن عدم الخطورة بنسبة 90% تقريبا عن طريق فودن وعن طريق برناردو سيلفا حتى العمق يعني عمق الملعب برضو منشوستر سيتي كان فيه بيواجه صعوبة كبيرة في الاختراك من العمق بحكم الكسافة العددية اللي عملها يورجين كلوب واللي عملها فريق ليفربول في نص ملعبه ليفربول كانت تغطية بتاعته كانت جيدة جدا بالضبط كانت المساحات ديئة جدا على لعيبة منشوستر سيتي اللي بتجيد جدا جدا في المساحات فاضطر لعيبة منشوستر سيتي سواء جندجان سواء رودري سواء ديبروين ان هما يلجأوا لاصلاح التصويب من خارج منطقة جزاء وكانوا قاربين في بعض الكرات لولا تقلق أليسون في الشوت التاني بقى ليفربول قرر ان هو يتراجع ويقفل المساحات تماما 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 ويلعب على الهجمات المرتد ودي لجأ اليها يورجين كلوب لما حس ان هالند مهاجم منشوستر سيتي قرر ان هو يهرب من الرقابة اللاسيقة اللي اتفرضت عليه من فيرجل فاندايك ومن جوجو ميز وان هو ينزل يستلم بنفسه في نص الملعب وده بالفعل شكل خطورة نسبية على ليفربول وسجل من خلاله منشوستر سيتي هدف الغال حكم بعد الرجوع لتقنية الفار وبعد كده كان فيه تصويبة خطيرة للهالند من على حدود منطقة الجزاء مناعها أليسون في الوقت ده زي ما بقولك ان ليفربول كان متراجع تماما وقرر ان هو يقفل المساحات تماما عشان يمنع اي اختراقات من العمق سواء لديبروين او برناردو سيلفا او جندو جان القادمين زي ما بيقولوا كده من الخلف ويلعب على هجمات المرتدة ونجح ليفربول بالفعل في تنفيذ المخطط وتنفيذ فكر يورجين كلوب وفي كرة نقدر نقول ان هي مقررة بين أليسون بيكر هارس مرما ليفربول وبين محمد صلاح في تنفيذ هجمة مرتدة سريعة وتسجير هدف الفوز بالمقرر طيب يعني نقدر نقول مثلا انه يورجين كلوب في المباراة اللي جاية بقى كمان عشان يقدر يستعيد مرة تاني نشاط ليفربول بقى هيعتمد برضو عن نفس الطريقة 4-2-3-1 أو 4-2-2 يعني هيفضل هيستمر بنفس الخطة دي ولا هيرجع مرة تانية بقى فلينا انتفق ان مش كل الفرق اللي هتلاقي بليفربول بحجم منشستر سيتي يعني ليفربول لجأ للطريقة دي مباراة دي طريقة زي ما قلنا في البداية هي عكس طريقة ليفربول وعكس فلسفة ليفربول ويورجين كلوب اللي بيعتمد دايما على الضغط العالي وضغط الفرق اللي بتيجي تحديدا ملعب أينفلد في التلت الأخير من ملعبهم وهجوم شارس من بداية أي مباراة بياخدها في الدوري أو في دوري الأبطال بحكم الامكانيات الكبيرة اللي بيملكها ليفربول وخصوصا على الصعيد الهجوم يمكن ليفربول بيعاني السنة دي بشكل كبير جدا جدا دفعين الناس كلها ملاحظة ده فيه تراجع كبير في مستويات فندايك وروبرتسون وخصوصا أرنولد اللي كان مهدد بالغياب عن كاس العالم بحكم تراجع مستوى وهبوط مستوى بشكل كبير للفترة اللي فاتت فمش كل الفرق اللي هتلاعب ليفربول بحجم منشستر سيتي بكوت منشستر سيتي الهجومية فمش معنا ان يورجون كلوب لعب بطريقة 4-2-3-1 في مباراة الأمس انه هيلجأ لتنفس الطريقة في المباراة الجاية لأ عادي هنشوف ليفربول بيعاب 4-4-2 وبيلعاب 4-3-3 طريقته اللي بتعتمد في الأساس على الزيادة العددية في نص ملعب الخصو بتعتمد على الضغط الهجومي المكسف من بداية المباراة نيجي بقى لنجمينا محمد صلاح وأداء مبارح كان عامل إزاي اللي احنا خلاص قبل نهاية المباراة بكم دقيقة كده أول ما خرج خلاص حولنا طمنا حولنا خلاص احنا كنا مستنينه جيب لجونة تاني كمان الكرة بتاعة الناس دي كم ممكن يجيب منها الجونة تاني بس هيكت مباراة ممتعة جدا طبعا احنا اللي همنا في الدولة الإنجليزية أو هدفنا أو اهتمامنا الأول في الدولة الإنجليزية دلوقتي هو محمد صلاح لكن فعلا المباراة ممتعة المنافسة بين يورجين كلوب وبيب جوارديولا بين مانشستر سيتي وليفربول في السنين الأخيرة مشتعلة جدا جدا ومباراةهم دايما بتمتاز بالإصارة من بدايتها حتى نهايتها لكن صلاح طبعا مباراة كان صاحب الكلمة العليا زي ما بيقوله كده وصاحب هدف الفوز والصحفة الإنجليزية كلها بتتكلم عنه وبتشيد بيه من مباراة يعني طيب برضو كان فيه يعني كنا متابعين للأسف أداء محمد صلاح يعني مداية الموسم وكنا شايفين أنه برضو فيه تعليقات الناس على السوشيال ميديا الناس مستغربة يعني أداء صلاح كان فيه يمكن الناس بتتساءل فيه إيه اللي بيحصل في نفس الوقت شفنا أنه كلوب قدر يرجع تاني السيقل صلاح في مباراة البارح وأعتقد أن ده كان قبل المباراة ده كان من قبلها إحنا لو هنرجع بالزمن شوية لو هنرجع قبل مباراة منشستر سيتي بأيام قليلة كان ليفربول عنده مواجهة بعض الشيء سهلة أمام رينجرس الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا ده الهاتريك طبعا بالزبط وقدر أنه يسجل أو يكسب سبعة واحد مكسب كبير جدا في دوري الأبطال وصلاح قدر أنه يسجل هاتريك رغم دخوله كبديل في منتصف الشوت التاني هاتريك قعد الثقة كتير جدا جدا لصلاح ده أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وحاجة رقم تاريخي رقم صعب أنه يتكرر تاني خلال السنين الأوليلة اللي جاية يعني فالهاتريك ده كان ليه نصيب كبير جدا في عودة صلاح للتهديفة وعودة الصقة لصلاح في مباراب حجم مونشستر سيتي لكن قبل الهاتريك صلاح مش اللاعب اللي مستني أنه يسجل عشان يستعيد الصقة صلاح حدف كبير جدا جدا كان محتاج صقة مدربه قبل أي شيء صقة جمهور ليفربول وصقة الجماهير المتواجدة في ملعب أنفلد قبل أي شيء كل الناس كانت مؤمنة بصلاح يورجن كلوب في مؤتمرات الصحفية للمباريات الأخيرة كلها بيشيد بصلاح بيقول أنا عندي نجم عالمي نجم يعني وارد جدا أنه هو مستوى يتعرض لاهتزاز بعض الشيء يحصل تراجع الفريق كله السنة دي مش في أفضل حالاته من الصلاح بس فدي كان التصريحات من شأنها أنها ترفع الضغط شوية عن صلاح ما يحسش أنه شايل مسؤولية الفريق لوحده وبالتالي هو اللي متحكم في النتائج السلبية اللي بيعاني منها الفريق فزي ما بنقول أن دي رفعت الضغطات عن صلاح شوية بدأ يرجع بدأ بنشوف صلاح قدام الجون كتير دلوقتي فيه فرص صحيح المشكلة في البداية أن صلاح ما كانش بيوصل لكن دلوقتي هو بيوصل طالما حتى لو بيضيع طالما بيوصل دي حاجة مباشرة صلاح قبل الهدف مبارح قبل الهدف اللي سجله مبارح ضيع كرة مشابهة تماما قدام مانشستر سيتي بنفس الطريقة طريبة منصورة من خرجها الحارس بالضبط بعد دقائق قليلة سجل الكرة وهدف يعني يعني فيه ناس ممكن تشوف الهدف سهل لا الهدف هدف عالمي بالفعل أن يستلم الكرة بالشكل ده من أليسون ويراوغ لاعب بحجم تنسيله بالشكل ده دي مش أول مرة يكون أليسون يعمل الأساسي بالضبط تالت مرة بالفعل بروفو عليك دي سابق وقرار منشستر لونيتد في 19-20 بالضبط من سنتين والسنة اللي فاتت مع نورويتش سيتي هدفين كربونيين تقريبا من هدف امبارح بيجيد أليسون القرات الطولية بالشكل ده لمحمد صلاح عارف إمكانيات صلاح وصرعات صلاح الكبيرة جدا جدا وقدراته على المرور واحد لواحد فنفزوا الكرة دي امبارح ممكن نقول في سازاجة شوية من عيبة منشستر سيتي هو استلام يعني هدف عبارة عن استلام لا وما تسيبش صلاح يعني في الأوقات دي أول ما خلص أليسون مسك الكرة عينك مع صلاح على طول يعني صلاح ما يبقاش اللعب الأخير في نص ملعبك خلص هاي أليسون مسك الكرة هيلعب الكرة طولية لصلاح وانت يعني منشستر سيتي تقريبا من أكتر الأندية في إنجلترا اللي عانت من سرعات صلاح في الملعب وصلاح من بداية منزوم تقاله للليفربول في 2017 هو أكتر لعب في إنجلترا هز شباك منشستر سيتي برصيد 9 أهداف فمنشستر سيتي عانى كتير قدام صلاح من سرعاته اللي تعبت جوارديولا مبارح وبالفعل جوارديولا في المؤتمر الصحف يمبارح قال إحنا مركزناش مع تحركات صلاح وده كلفنا هدف يعني إحنا غفلنا عن صلاح ففي متو ثانية كده كلفنا هدف يعني هم عارفين قدرات صلاح كويس جدا لكن غفلوا عنه فصلاح يعني عقبهم شكل صعب جدا